سلام عليكم أحبائي نمر الآن إلى ذات جديد من دروسي التراكيب تحت عنوان العطف بالواو الفاء ثم تقديم سائحة في المغرب سأل جمركي سائحة تغادل المغرب ماذا أعجبك في بلادي؟ قالت الكل رائع فقد شاهدت تاتا واسمارة وأقادير وتجولت في مكناس ثم فاس وزرت مراكش في الصويرة إن وطنكم جميل حافظوا علي ألاحظ الجملة الآتية التي في النص الجملة شاهدت تاتا واسمارة أصل الجملة شاهدت تاتا جمعت بينهما آدات عطف وهي الواو شاهدت سمارة جمعت بينهما آدات عطف الواو أيضا أقرأ الجملتين وأملأ الجدول الجملتان تجولت في مكناس ثم فاس المعطف علي فاس آدات عطف ثم المعطف مكناس زرت المراكش فالصويرة مراكش أداة العطف فا المعطف السويرة العطف هو الربط بين كلمتين بأداة عطف ويتكون من معطف عليه وأداة عطف ومعطف من أدوات العطف الواو تفيد الجمع بين المعطف والمعطف عليه الفا تفيد الترتيب والتعقيب ثم تفيد الترتيب أختصر كل جملتين في جملة واحدة باستعمال أداة العطف المناسبة مما يلي سنقول أحب المسرحة والرسمة تحدث الإمام عن الصلاة تحدث الإمام عن الصوم تحدث الإمام عن الصلاة ثم عن الصوم أرسم خطا تحت المعطوف عليه وخطين تحت المعطوف في جملة الآسية ذهر السائح معطوف عليه ثم السائحة المعطوف أخيرا أركب جملة اجتمل على معطوف عليه وأدات عطف ومعطوف اشتريت خبزا ولحما نهاية الحصة لا تنسوا دعمنا وإلى اللقاء